الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح التاسع من مارس القوات الروسية تواصل تقدمها تقلصت أيضا مساحات سيطرة القوات الأوكرانية في بعض المناطق نتيجة الضغط الروسي تابعوا الفيديو حتى النهاية رجعا لا تنسوا وضع إعجاب على الفيديو ولا تنسوا الانضمام إلى القناة سنبدأ مباشرة من جبهة زابروجي حيث واصلت القوات الروسية تقدمها وسيطرت على هذه المساحة بمحيط فيربوفي استطاعت القوات الروسية التقدم إليها من عدد من الاتجاهات تقدمت طبعا بعمق 850 مترا وبعدد 516 مترا واستطاعت السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري طبعا حبائي القوات الروسية تحاول توسيع سيطرتها في هذا الاتجاه تحاول تأمين البلدتي فيربوفي ونوفو بروكوبيفكا كذلك تواصل الاشتباكات في اتجاه روبوتيني ضغط كبير ومتواصل من كلا الطرفين للسيطرة الكاملة على القرية طبعا قرية مدمرة القوات الروسية تحتفظ بالجزء الجنوبي وجزء من الجزء الأوسط إضافة القوات الأوكرانية تحتفظ بالجزء الشمالي سبق وقلت لكم أن القوات الأوكرانية استقدمت 6 كتائب تتبع لللواء 154 إلى هذه المنطقة إضافة إلى مجموعة الطائرات بدون طيار وأيضا كتيبة مدفعية تتبع لللواء الخامس تموان نشره هنا في نوفو دانيليفكا لذلك لننتظر هل سيكون هناك هجوم أوكراني مضاد أم لا حتى ذاك الحين القوات الروسية تحاول تأمين جميع مواقعها تأمين مساحات إضافية في محاولة لمنع القوات الأوكرانية من العودة إلى خط دفاع سوروفكين الذي تم بناءه في هذه المنطقة أما في اتجاه أفديفكا تتواصل المعارك ولكن قبل أن نسل إلى أفديفكا سأتحدث قليلا عن اتجاه محيط مارينكا وبابيدا القوات الروسية تخوض اشتباكات الأعنف في اتجاه يوريفكا ضغط روسي متواصل من قبل فوج الدبابات المتواجد هنا باتجاه مواقع القوات الأوكرانية ننتظر ما الذي سيحصل في الساعات القادمة ضغط كبير على الأجزاء الشرقية ليوريفكا ننتظر ما الذي هل ستحقق القوات الروسية أيضا ربما بعد النتائج في هذا الاتجاه في هذه المنطقة تحاول القوات الأوكرانية الصمود في كامل هذه المنطقة ومنع القوات الروسية من السيطرة عليها في حال سيطرة عليها الكوات الروسية ستضغط بشكل إضافي باتجاه الأجزاء الإضافية من يوريفكا كذلك تستمر أشرس المعارك باتجاه كراسنوريفكا ضغط متواصل بشكل لا يصدق في هذا الاتجاه معارك هي الأعنف طبعا في موضوع جنوبي البلدة القوات الروسية تسعى للحصول على مزيد من موطأ القرم والانتشار والتقدم باتجاه وسط البلدة ولكن لننتظر ما الذي سيحصل حتى ذاك الحين المعارك في نوفميرخيليفكا مستمرة كان هناك حديث عن دخول القوات الروسية باتجاه الأجزاء الجنوبية الغربية من نوفميرخيليفكا ولكن لا معلومات تؤكد ذلك حتى اللحظة القوات الأوكرانية عززت مواقعها في هذا الاتجاه سبق وشرحت في فيديو سابق موضوع الانتشار العسكري ومن يحمي هذه المنطقة التي تمتد من نوفميرخيليفكا وصولا إلى مارينكا إضافة إلى ذلك تستمر الضربات الروسية في محيط بابيدا في محاولة من القوات الروسية لتحقيق اختراق عبر هذين الاتجاهين أمر الإضافي الآخر فيما يتعلق باتجاهه بيرفومايسكي قبل أن نصل إلى أفديفكا ضغط متواصل من قبل القوات الروسية وسعت القوات الروسية سيطرتها صباح أمس وتستمر عمليات تطوير الهجمات انطلاقا من المواقع الجديدة إضافة لعمليات من المواقع القديمة التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية هنا نأتي إلى أفديفكا القوات الروسية تواصل عملياتها إضافة إلى ذلك القوات الأوكرانية تواصل هجماتها أحبي أتمنى متابعة الفيديو حتى النهاية ما زال هناك منطقتين تقدمت بهم القوات الروسية في هذه المنطقة استطاعت القوات الروسية صد الهجمات الأوكرانية كانت تحاول تطوير هجمات ما أدى إلى تقلص مساحة السيطرة الأوكرانية واتساع المنطقة الرمادية يعني المنطقة الرمادية يجب أن نحسبوها كالتالي هي منطقة لا تخضع لسيطرة الروس ولا لسيطرة الأوكران هي منطقة اشتباكات وأحيانا تكون عبارة عن منطقة خالية من الجنود من كل الطرفين لذلك وجود منطقة رمادية تقلص مساحة السيطرة الأوكرانية أما فيما يتعلق باتجاه تونينكي فالمعارك مستمرة ضغط روسي كبير متواصل باتجاه هذه الأجزاء في محاولة للسيطرة عليها وطبعا التقدم نحو الأهداف اللاحقة ما هي الأهداف اللاحقة؟ هذا ما سيكشف الوقت هل ستخوض القوات الروسية معركة باتجاه أومانسكي مباشرة أم ستحاول التوقف هنا واستنزاف القوات الأوكرانية بشكل أفضل كما حصل في اتجاه أورليفكا وكما حصل في اتجاه بيرديتشي ولكن نتيجة الهجمات الأوكرانية في الأيام الماضية استطاعت القوات الأوكرانية التقدم في اتجاه بيرديتشي حاليا تحاول القوات الروسية استنزاف قدرات اللواء 47 والقدرات اللواء الثالث أزوف ومن أتى بهم الأوكران إلى هذه الجبة طبعا معركة ضخمة معركة كبرى ننتظر ما الذي سيحصل حتى ذاك الحين تستمر أيضا الضربات الروسية باتجاه المعاقع الأوكرانية سأعرض على قناة التليجرام فيديو لاستهداف القوات الروسية للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة ستشاهدون بالفيديو كيفية التحصينات الأوكرانية كيف هي مبنية لأمر الإضافي الآخر تشاهدون التحصينات الأوكرانية بالإجمال في هذه المناطق يكسر الأوكران من بناء التحصينات وأيضا على مسافات بعيدة في محاولة استعداد لهجوم روسي قادم هم يتوقعون أن الروس سيتقدمون لذلك يبنون هذه التحصينات أما فيما يتعلق في إيفاني فيسكي فأصبحت كامل المنطقة بشكل رمادي كل المنطقة هنا توسعت المنطقة الرمادية اشتباكات هي الأعرف في هذا الاتجاه ولكن معلومات يمكن قول ضبابية وكل ما هو معلوم أن القوات الأوكرانية لا تسيطر بشكل فعلي على مواقع في هذا الاتجاه تحاول الانتقال موقع إلى آخر وكذلك تشتبك مع الوحدات الروسية التي توغلت في عمق الدفاعات الأوكرانية ساعات مصيرية أيام مصيرية باتجاه إيفاني فيسكي ولكن لننتظر لن نتسرع بإعلان أي شيء المعارك ما زالت قائمة الاشتباكات ما زالت متواصلة وننتظر ما الذي سيحصل أما في اتجاه بودانيفكا فكان هناك حديث عن تقدم لقوات الروسية قامت به قوات اللواء مئتين الروسي في شمالي البلدة ولكن أيضا أنتظر نوعا ما تأكيدات إضافية حتى أعلن ذلك إضافة إلى كل ذلك تستمر العمالات العسكرية باتجاه هذه المنطقة عبر السكة الحديدية وباتجاه هذه المنطقة وباتجاه المرتفعات هنا المطلة على إيفاني فيسكي أما فيما يتعلق باتجاه تيرني فحققت القوات الروسية تقدما ولكن في هذه الأجزاء من تيرني استطاعت القوات الروسية التقدم بعمق 541 مترا وبعرض 132 مترا سيطرت القوات الروسية هنا ثبتت مواقع لها القوات الأوكرانية تقوم منذ الأمس بقصف هذه المنطقة لأمر الإضافي الآخر ما زلنا ننتظر منذ أسبوع معلومات حول وجود الروسي في هذه المنطقة الرمادية القوات الروسية تأخذ اشتباكات عريفة مع القوات الأوكرانية في هذه المنطقة ربما هي معركة استنزاف مقصودة أكثر مما هي معركة اشتباكات كر وفر ننتظر ما الذي سيحصل أيضا في اتجاه بيلوريفكا تتواصل حرب الشوارع بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية ولكن لا تفاصيل إضافية وفلنزعب مباشرة إلى جبتي كوبيانسك في منطقة خركيف حيث استطاعت القوات الروسية التقدم في هذا الاتجاه تقدمت بعمق 515 مترا وبعرض أقصى 658 متر طبعا القوات الروسية تحاول توسيع سيطرتها في هذا الاتجاه تحاول مجددا السيطرة على سينكيفكا ولكن الحجد الأوكراني والحجد الروسي كليهما كبير في هذه المنطقة ننتظر ما الذي سيحصل إضافة إلى ذلك أحبائي كان هناك هجوم أوكراني كبير بالمسيرات باتجاه روسيا 46 طائرة بدون طيار أعلى القوات الروسية أسقاطها إضافة إلى ذلك يعني يمكن قول كان هناك أيضا ضربات روسية باتجاه مواقع القوات الأوكرانية في مختلف المناطق في اتجاه دانيب لو كان يستدافل منشأة عسكرية طبعا تفاصيل هذه الضربات سأحاول حصول عليها وشرحها لكم لاحقا في الفيديو المسائي فيما يتعلق بحديث فرنسا وموضوع أوكرانيا فالفرنسيون يستعدون ربما لحرب كبيرة حرب ضخمة وزير الدفاع الفرنسي قال أن هناك ثلاثة شركات دفاع فرنسية تعتزم البدء في إنتاج الأسلحة في أوكرانيا هذا الصيف قلت لكم بالأمس مبادرة تشيكيا لتزويد أوكرانيا بثمانمائة ألف قظيفة تم رصد المال لثلاثمائة ألف قظيفة الأمر الإضافي الآخر الفرنسيون يستعدون لإنتاج مزيد من الذخيرة في محاولة ليس فقط في أوكرانيا بل يكون هناك ذخيرة تكفي الجيش في حال دخل حربا وبالتالي أيضا ربما هناك صوت عقلاني في بولندا قال وزير الخارجية البولندي أن وجود قوات الناتو في أوكرانيا أمر لا يمكن تصوره إذن المعارك تشتد في أوكرانيا إضافة إلى ذلك الذي يشتد أكثر هي الضربات الروسية والذي يشتد أكثر في أكثر هي التصريحات فيما يتعلق بإرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا ما الذي سيحصل؟ ما رأيكم سيحصل؟ أتمنى حضرتكم كتابة الأجوة في التعليقات إضافة إلى ذلك لا تنسوا مشاركة الفيديو وإلى اللقاء بفيديو آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر